دنيا مشي ازاي وسط هذه الاجواء المفرحة والسعيدة جدا محمود الف مبروك يا حبيبي مصلتوا الاوتيل ولا لسه لا لسه يعني نعم ماشي انا سعيبك هو براحيتك خالص عشان ايه لما الناس توصل الاوتيل انا بص يعني انا قتيل مش انا انا قتيل عشان خاطر جمهور انا قتيل عشان خاطر جمهور الاهل صحرانين معاك ان شاء الله وانا ببط كل حاجات يالله بيه يالله بيه كان برح نكدناك في الاسلام ان الحصول على البرونزية امر الففاة الاهمية والنهاردة اعظم اعظم الناس كلها تأكدت ان البرونزية مهمة ولما لا وانت بتحتفل بمديلية مونديالية في مقودة سيتي ونجوم الكبار مقودة جوارديولا ونجوم الكبار في نجوم هباندين ورأيية الفيفا وكل ضيوب الكبار ده بيؤكد لك اقيمة المديلية اللي الناس بتستخدش بيها بعض الاحيان اعتقد اللي حصل على الارضم المشاهد رائعة بحيث لها رائعة مبهرة ليحسب ملعب الجوهرة المشيعة بجد يؤكد لك ان الفصول على البرونزية كان امر ففاة الاهمية بالنسبة لها الحمد لله بناجل السمار بطولة مهمة وبطولة جميلة من العلم سؤال الفاني زي ما انت قد من شوية كفنسان مع ضيوبك الكرام اللي هي تقدم قره ممتعة والنهاردة ختمها بقره رائعة على ملعب العمين عبدالله الفايصل واستحق النهاردة اللي حبت ان اقوله لك بقى بشكل صاد انه استحق النهاردة تصفيق اكتر من ستين الف متفرن في ملعب الجوهرة لطلاف assistir الكون من المليلات الفانوذية ط displaying تصفيق الحر جدا وحفاوة كبيرة جدا من الاخوة السعوديين اللي ملقوى جلبات الار Chengt والفوذ جدا على بطل يمال بطل اسيا بطل أسيا اللي نجح أنه يتخطى ويفوز باللقب على حساب الهلال السعودي بنجوم الكبار اللي جمعهم من كل أنحاء العالم بأرقام خيالية نجح الفريل ياباني ده لك أنه يكسب بطولة أسيا على حساب الهلال السعودي وبالتالي يؤكد لك أن المنافق ما كانتش بمنافق السهل وأن البطولة أو البرونزية ما كانتش مجرد مديليا صعد بها الفريل المصري التتويج لا ده كمان جات على حساب بطل أسيا عشان بطل أفروبيا يسطر سطر جديد من الحكاية طسق جديد من الكتاب حكاية جديدة من حكاية الإحلي في المنجيال وفي البطولات العالمية بس مجرد بس البطولات القرية اللي قال يعتاد الحصول عليه ده ياخد نسخة لما الناس كلها عارفة من كاس العالم الهندية بشكله الحالي ولما الأهلي يختم هذه النسخة بشكلها الحالي ببنديل البرونزية تعتقد أنه أمر في غاتل أهمية البعثة كلها احتفلت بشكل رائع جدا لعبة السيتي حرصت أنها تسلم على لعبة الأهلي وتحديمها على البرونزية كمان لعبة في المنجي بمندخل روحها الرياضية كسبونا المتش لفتحة نهاردة بيهانوا لعبة الأهلي بالبدلة البرونزية ناس كلها هنا بصراحة تحساوى كبير في المجارات الثالث والرابع كان طبعا حريص أنه يهني كابتا محمود الخطيب ودخل معاه في مدعبات مطولة كابتا إسلام وجود مهندد خالد مرتجي اللي دخل في نوبة بوكاء شديدة مهندد خالد مرتجي رمق رمق قبل بهذا الشكل دخل في نوبة بوكاء شديدة للغاية بعد إطلاق التحفمة الأمريكية في فرات النهاية وإعلان فوز الأهلي بالبرونزية العالمية المهندد خالد مرتجي لما تملك أعصابه واحتفل مع طفل قطيب بالأحضان وجود إنفانتينيو اللي حرص على الإشهادة بالأهلي والتأكيد أنه اعتاد على رؤية الأهلي في مثل هذه المناسبات وإعتاد كمان أنه يقلد لعائب الأهلي واجهاته بالفن المادليات في كل المناسبات اللي حضرتها إنفانتينيو إنفانتينيو شكتين مع الأهلي أي وهو شافنا كتير وبالتالي العلاقة ما بينه وبين مسؤول الأهلي علاقة طيبة أو على أقل الرجل بيحترم الأهلي احترام كبير جدا متشيبي كمان رئيس التحضل وفوط القطو القدم كان حريص أنه يتوجه نحو مسؤول الأهلي ويهدلون في وجود المهانسة سنة بوريدة عضو المكتب التنفيذي للبيفا وبعض المسؤول المهانسة أحمد مجاية كان موجود في الحوار وكلهم كانوا بيحتفوا بفوز الأهلي النهاردة الاحتفال في الأمير عبدالله الفصل كان ممتاز وراع كابل محسن صالح انفعالات وكانت حديث الكل في مأسورة كبار الزوار انفعالات يعني لم تحتف من قبل كابل محسن صالح كانت ذكرية ناطق وكل كل اللجوم الطابق كان موجودين اللعيبة كلها كمان احتفلت على طرقاته من خلط زي عسين الشيحات يحتفل مع صورته أمام المدرك حمد الشناوي كمان يعني تسلق المدرك عشان يحتفل مع بعض من أقاربه ومعارفه الفرحة كبيرة اللعيبة كلها أكدت على أن الفصول على برنغية جاء نديجة إصرار وفقط على مصالحة الجمهور النهاردة الفكرة كلها ما كانش أداء فني بقدر ما هي الرغبة والطموح والإصرار على مصارفة الجمهور الحديد على ضياع حلم أكبر اللي هو الصعود للنهاية لكن تعود حدث النهاردة بمدينة برونديرا سنحطها عن جدارة السؤال كده في النص معلش ومش هرجع له كتير لكن هل من الممكن أن يكون هناك تأجيل لأولى المباريات في السوبر أو في سوبر الأبطاليوم الاثنين ولا احنا بنتكلم وخلاص الأخبار اللي عندك من مصادرك يعني قبل ما نتحرك ناحية ملعب أمير عبدالله وخيصال جمعني نقاش مع أحد المسؤولين أيوة يعني أكد لي لسه ما حصلش رد لكن لازمنا في الانتظار لكن المحلوب أكده حتى فيه اللحظة ما حصلش رد حتى موعد التحرك للاستاذ لأن وقتها طرح من بعد الموعدش مبتدى كلنا انشغلنا بالمباراة وبعد المباراة كمان انشغلنا بالموضوع تسليم المدينيات وبالتالي ما راجعتش المعلومة لا أنا بس بس السؤال العردي في النص كده يمكن يعني أنا فهم السؤال طبعا أنا فهم السؤال وما تتحرك أنا عايز أتكلم يعني لأنه في ظل هذه الأجواء الأهل والسفير تقريبا الوحيد للكورة المصرية في السنوات الصادقة لا لا مش تقريبا هو الحقيقي أيها الأهل يقدم صورة ولا أروع على الرياضة المصرية بشكل عام الأهل اللي تواجد على المنصات العالمية وبالتالي لا ضروري الآن وليس في أي وقت صابق أن يقف التحاد الكرة وقفة يصفق لها الجميع مش نلقب اليوم على اليوم أعتقد لازم يرغب نفسه مثل هذه الحالات الأهل وأنت بتهنيه بالبرونزية لازم وأنت بتهنيه في البيان التحنيه ترفض في آخر جملة من التحنيه أنت بتستكيب للمنطق والعقل وتؤجل مبارياته في ظل الضغط الشديد اللي أهل بتعرضه فقط ده وجه الطفري المتوضع لأنه أنا شايف أنه أي حاجة غير كده هيبقى فيها الصراحة تجني على الأهل اللي كل قدره بتحياس أنه دايماً بينافس على البطولات العالمية طيب اللي أتقررية أنه بيقصد البطولات الوحدة الوضوطة أستاذ محمود الدكتور رحمد سابت هيسألك سؤال مصمم محمود تحياتي لحضرتك تفضل دايماً متقلق بقول لك الكابتن الخطيب يعني ده لو أي رئيس نادي تاني كان طبعاً هيبقى واقف أنا مش شايف الكابتن محمود الخطيب خلص موجود في منصات التتويج يعني ووضح أنه خلص كلف المهندس خالد مرتاجي كابتن الخطيب يعني مش بتعلقة بصراحة يعني لو رئيس نادي تاني أي رئيس نادي هيبقى ووضح أنه هيبقى في البرونزية هيبقى حلم حياتي يعني خلال الكلمة على الأهلي أحسن ده السؤال الأولاني السؤال الثاني لعبة النادي الأهلي عملوا إيه مع لعبة منشستر سيتيلم مع هالند ودي بروينة تمام سؤال الأولاني سؤال سؤال مهم طب أنا فوقت أنا عارفه على فكرة الصحفي ده ما بشجعش الأهلي يلا أنا رأي أنتو أنا رأي أنتو على فكرة أن الكابتن المحمود القطيب لن يتواجد في مصف التدويق وسيكون المهندس كابتن المرتاجي هو المتواجد هذه هي طبيعة الكابتن المحمود القطيب الرجل الذي لا يصنع المواقف هذه هي مواقف محمود القطيب رضا مرأة وقابة منهبها لكن ديها شفناها مواقف خطناها وعشناها مع كابتن المحبود القطيب الرجل المضطرب والقيم والرب الكبير والسطوري لمصر كلها ومشاهد الأهل بس وبالتالي المواقف اللي حصل النهار تأكيد على مكاتت قطيب اللي حصل أبلي كبير لما قصدنا في واحد الأطلاق وكابتن حسامو كان يعترف بهذا الكلام في وقت انتابع لما لو قصرنا أنا اللي هنزل كابتن المحبود القطيب هو اللي قال له أنا اللي هنزل لو كسبنا دي مواقف الكبير المحبود القطيب التي لا تتغير مش على حسب النتيجة النهاردة ماتحاد مداج رئيس البعثة هو اللي بتوادق نصر تتويج بجوارهم بلسين ورئيسة الحد دولة القطوة القدم وكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية وده تأكيد ده ما انت قلت على أن السبب القطيب لا يبحث عنه كل ما يبحث عنه هو نجاح النادي الأهلي وغطة النادي الأهلي ويتعجب منه النادي الأهلي وده كان كلامه مبارح وأول مبارح مع اللعيبة بشكل فردي أو بشكل جماعة كمان وكان موجود النهاردة قبل التحارب بالبعثة نحو ملعب العبادة الأفضل كان مهموم بفكرة إسعاد الجمهور بلا شك وكان بيحفظ اللعيبة بشكل واضح جدا قبل التحارب للملعب لأن الفرزية أمر مهم السؤال الثاني يا دكتور أحمد فيما يقص لعبة السيتي مع اللعبة الأهلي أنا اللي شوكت بصراقة كان في حفاة وبلية من لعبة السيتي داخل بعض اللعيبة في هزار معهم بعض اللعيبة تطلبت الصور الدسكرية ملعبة سيتي وبعض بعض اللعيبة في المونين في البرازيلي وكان فيه يعني زي ما تقول كده حتفالات مصفرة على أطراف الملعب وقت تسليم الجواد وده قد تطم على لعبة السيتي اللي كانت تارك القايمة زي هلن طبعا أنت عارف ومتابع الأمور وهو ما الأهم الحقيقة طيب كابتن أستاذ محمود اللي جاي إحنا عندنا مفروض صفر بكرة أعتقد في آخر اليوم وبالتالي هتوصل الساعة ستة كابتن أسلام الساعة ستة يعني هتوصل بالليل البكرة اليوم راح هتقعد قدامك الحد فقط وتلعب مباراة يوم الاتنين الدنيا هتبقى ماشية زي بكرة بالضبط أسلام هو الناس كلها كنتم أعتقد أن الأهلي عبر طيارة قطر يتسافر إلى أبوظبي في أكر اليوم كانت طبعا مش مضبوط تماما طيارة بكرة تتحرك الساعة السادسة من مطار جدة إلى أبوظبي وبالتالي طبعا وقت طويل فيوقت كده لك طبعا على خطورة اللي كنت تعملوا يعني زي الأهلي بلعك في عالم وبياخد برمزية وهيروح لعب بعد يومين أو أقل في أمورة مهمة كده في الصوبر المصري أو الصوبر الأبوظ ما فيش طبعا بكرة أكيد أنفق عطلات داخل الفندق أش أكثر من كده طبعا بها كنت أتأخذت راحة أول مباراة مباراة كان في إمارانة وحيد في أرض المطش ما فيش حاجة كده في الدنيا كلها يعني كابت المهر همام ضيفة ومدارك كبير وليل بكرة وكبير أعتقد أنه عمر مش هكت الكلام ده وأنت كتل إزام يعني خط مش فاكت في الكرة أعتقد أن أنت عمرك مش هكت اللي حابي الجوب وده حلقيني ولا لسه عمالين نبوص البعض مش عارفيني صعدة محمود إنه والبيان اللي أنا أستاذ جمال علام والأستاذ وليد العطار ممبودين في استدل الجوهرة أتمنى أن هم خارجين مع بعض الأوحيان الخندوق يتنقشفوا الأمر بمنطق ويشوفوا الفرش حالكات موجودة في استدل الجوهرة ويقدروا كيمة الأهلي الفكرة مش فكرة دفتم مباريات أو إلعاب مبارات وخلاص الشكرة سكرة أن أنت تستشب أو تستطق مع الواقع أو المنطق وكل عام بلعبها ما عليش بما أنك خدتنا في النقطة دي طيب ما هو ممكن جدا جدا لقدر الله لقدر الله أنت عندك 13 لعيب أو كام 12 لعيب في القايمة المبدئية لمنتخب مصر يعني أنت ممكن تاخد الـ 12 لعيب ممكن ما تاخدهمش ممكن تاخدهم صح؟ طيب لقدر الله لقدر الله لقدر الله في ظل هذا الجهد الكبير وفي ظل هذا الإجهاد الكبير وفي ظل أن أنت بتلعب يوم جمعة 2 جمعة وبتلعب مع مستويات عالية زي ما إحنا شفنا ورايح تلعب مباراة يوم الـ 2 لو حد جالوا 7 عضلية شهر ولا شهرين مين المتضرر؟ مين المتضرر الأول من هذا الأمر؟ منتخب مصر وفضل حلو جدا حترجع تقول لي وبالتالي الناس لسهن تاعي اللي جاب تعمله أتمنى أنه ده يحصل ثانيا حترجع تقول لي أنه هو الـ 24 ساعة هتفرق عام إسلام يعني من شانا اللي هجاوب بقى على الكلام ده أعتقد كابتن مهر ممكن يجاوب الساعة بتفرق مع اللعيب في الاستشفى مش الـ 24 ساعة الساعة بتفرق مع اللعيب في الاستشفى وبالتالي هنا إحنا بنطالب بأقل مقدار من الاستشفى ياخدوا لعيب تنادي الأهلي على الأهلي يفرحوا يوم يا أخي يعني الحمد لله ربنا كرامنا النهار ده يفرحوا بكرة طول النهار ياخدوا الاستشفى بتاع سنيني ابدل فيه فرقة راحة اليوم الراحة ده شوفوا ان هاردة العرب عملة ازاي فرق اللي قد تنادي الأهلي المهاردة عملة ازاي في الملحب يوم واحد بس سنينيش فعل مهاردة نحن كنا قاعدين ساعة مقهودة جاملة جدا من اللعيبة من الملعب اللعيبة مش طبيعي مش طبيعي أكثر من الموطن اللي فاتوا وأنا بأكيد لك هذا الكلام قاعدكم في جهدي جاملة جدا من اللعيبة اللعيبة اليابان أحمود أنا بشكرك شكرا جزيلا ما انت كده كده معانا لسه اليوم طويل فكده كده انت معانا النهاردة نشكرك شكرا جزيلا زي منا محمود شوقي من السعودية خلينا نروح أيضا زي ما قلت لحضراتكم كان معانا من شوية دكتور أو الأستاذ طارق أنديل ودكتور محمد سراج دلوقتي معايا دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وبنبارك لك على الهواء مباشرة دكتور على هذا الإنجاز الكبير والرائع وجهد كبير جدا جدا لكل لعابة النادي الأهلي وكل جهازه الفني ومن قبلهم الحقيقة مجلس إدارة مساند وقوي برئاسة كابتن محمود الخطيب ومن قبل كل دول جمهور يستحق الحقيقة كل الإشهادة الله يبارك حارثك كابتن السلام ربنا يخلي يعني سعداء جدا بوصول النادي الأهلي إلى منصات التتويق في ظل هذه الظروف الصعبة جدا وفي ظل هذا الإجهاد الكبير اللي بيحدث أمام النادي الأهلي يا دكتور محمد ربنا يدي البطولات يا رب النادي الأهلي ويديهم فضلوا علينا الحمد لله يعني كانت بعض يعني منضبطة جدا وشفر دقيق جدا والحمد لله ربنا نكلم مجهوداتنا جميعا بالنجاح الحمد لله أنا عرف أن حضرتك تعبان من بعد الماتش النهاردة والتشجيع الكبير ولكن طمنا على البعثة وقلنا أجواء الفرحة عاملة إزاي وكل حاجة حلوة هناك إزاي مع الفوز والبطولات ما فيش أي تعب للنادي الأهلي ما فيش أي تعب الحمد لله بدانتوا عداء ربنا يعني يديهم فضل الحمد لله البعثة بخير وخلقنا المباراة الأولى اللي فوزنا فيها الحمد لله وحصلنا على المركز الثالث وانتقلنا للأستاذ الجوهرة مباشرة عشان نحضر اللي كان دائم المباراة الثانية أو مباراة النهائية يعني المركز الأول والتاني ونحضر التتويق كابتن محمود للأسف كان تعبان شوية فنقدرش يجي معنا رجع على الطندق على طول كان مجدود الأحضار بشدة وجاله صداع وبعدنا تكاثر يشوفه ضغطه وكده لكن الحمد لله انتقلنا أنا وانتقلت مرتاجي إلى واللاعبين طبعا بعضينا على طول في فوقت بلسو والجهاز الفني والحمد لله يعني حضرنا التتويق وربنا أكرمنا وربنا أيديهم يعني الفرحة بإذن الله بكرا إن شاء الله حيكون السفر إلى الإمارات يعني في ظل هذا الإجهاد الكبير جدا والضغط الكبير جدا يا دكتور شوقي بتقول إيه في ظل هذه الأمور الصعبة يعني كيفية أن أقول لحرفك أن بعد هذا المجهود النهار والضغط العصبي والصوت حضرتك باين الحقيقة بكرا إن شاء الله فيه تمرين قبل السفر المدير الفني قرر أن بكرا فيه تمرين وبعدين يطلعوا على المرافل لأن الحركة عارش إحنا مش هب عندنا غير تمرين إحنا بكرا 23 وعنلعب 25 يعني فيش غير 24 واتم يتمرنوا بكرا تمرين أكيد حيكون خفيف مش بزي الأحمال الطبيعية وبعدين يتفروا بالتألم إن شاء الله أنا راجع القاهرة لأنه مرتبط بأ أعمال الحمد لله خلصنا البعث الرسمية وراجعنا إن شاء الله وكافة المحمود بمانس خالد مرتاجي طالعين على الإمارات إن شاء الله مع الفيديو إن شاء الله كل التوفية دكتور شوقي أنا ببرك لك وبقول لك ألف ألف مبروك على هذا الأداء الرائع من فريق يستحق الاحترام ومن مجلس إدارة متكاتف متجانس وقفين مع بعض وكلكم برئاسة كابتن محمود الخطيب وأرجو أن حضرتك تطمن على كابتن الخطيب لو فيه أي حاجة يعني الحمد لله هو أحسن دلوقتي هسنا لسا نتمنين عليه لكن الحقيقة حريقة كابتن محمود كابتن بيخرجش أحاديث أثناء مباراة ظل يضغط 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 يعني نحن بننط وبننخرج مشاعر هو دي وحشة قوي فيه للأسف بيضغط نفسه طبنا يصفظ إن شاء الله بس هو الحمد لله أحسن والحمد لله يعني الضغط مش وحش فربنا كريم إن شاء الله ببكرة صبح يكون في أفضل حاجة ربنا خليك دكتور ألف ألف مبروك وبنشكرك على هذا الأداء الرائع الحقيقة من مجلس إدارة يستحق كل الاحترام وكل المحبة وكل السعادة شكرا جزيلا دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النيدي الأهلي شكرا جزيلا يا فندم وألف ألف مبروك حاجة جميلة جدا وحاجة ألف سلامة طبعا على كابتن محمود وإن شاء الله يقوم لنا بكل سلامة وزي ما حضراتكم سمعتوا ما فيش حاجة بسيطة إن شاء الله إن شاء الله بكرا نتطمن أكتر على كابتن خطيب ولو في أي حاجة برضو حيطمنونا دلوقتي أول بأول محمود شوقي معنا النهاردة طول النهار زاملنا العزيز اللي موجود معنا دائما خلال هذه الفترة يا كابتن مهد مطش كواس جدا مطش النهاردة أنا مش عايز أتكلم في فنيات والكلام بكله ولكن برضو عايز أعرف فجهة نظر حضرتك